اشتركوا في كل مكان برحب بيكوا في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات بين مجاعة الصحة نهاردة هنتكلم في موضوع اعتقد انه حديث الكثير من الناس سواء ولاد او بنات هي ظهور حب الشباب وخاصة في فترة المراقب مسبب في بعض الاحيان مشاكل نفسية بسبب ازدياد ظهور حب الشباب في الوجه وبالتالي بيلجأ الناس كل واحد حسب الوصفة اللي حد وصف هالو بيبدأ يستخدمها المشكلة مش بس في ظهور حب الشباب المشكلة بتكون في انه بعض الاستخدامات الخطأ او المعتقدات الخطأ او استخدامات الكريمات الغير موصوفة طبية من الممكن ان يترك اثارا سلبية تستمر لمدة طويلة جدا وتحتاج الى العلاج لفترات اطول وخاصة لاصحاب بشرات معينة مهاردة هنتكلم في هذا الموضوع هنفتحه نكلم فيه بشكل اكبر تفصيلي مع الدكتور الناس مهارة خصائية الليلدية والتجميل والليزر مرحب بيك الدكتور الناس اهلا بحرقة اهلا بيك من نوراني دايما ربني كريمك مهاردة نتكلم عن احاب الشباب وانا كان ليا تجربة مع احاب الشباب فترة السنوية قريبا مين فيه لما جالهوش حباب الشباب اه حتى دكاترة الجلدية حتى دكاترة الجلدية لا بسودورات بيقدروا يعني يلموا الموضوع بعد كده وما بياخدوا بياخدوا الجلدية عشان يلموا الحاجات دي طيب خلينا نبدأ ب مين فيه لما جالهوش حب شباب او ايه اسباب ظهور اصلا حب شباب فيها هي البشرة انواع البشرة الدهنية هي دي اللي دايما معرضة لظهور الحبوب تمام طبعا حب الشباب دي مشكلة بتحصل في سن المراقبة وبتحصل تقريبا لكل الناس او لمعظم الناس حتى لو حد برشرته اصلا مش دهنية هي بتظهر في الوقت ده بتاخد وقتها وبتختفي طب هي الحبوب بتظهر بس اصلا في فترة الشباب او المراقبة الحقيقة ان الحبوب الشباب دي او الحبوب لها انواع كتيرة اطلق عليها حب الشباب بالضبط لان هو ده النوع اللي هو الشائع بنسميه الاكني فالجارس او ده الكومن او اللي بيحصل في معظم الناس او في كل الناس انما بنلاقي حاجة اسمها نيونيتل او تشايل بود اكني دي الحاجات الحبوب بنلاقي طفل مثلا اللي سن مولود بعد الولادة بشوية او طفل عنده سنتين تلاتة ظاهر له حبوب دي نوع من انواع الحبوب فيه الاكني بالجارس او النوع الشائع او القومن اللي احنا بنتكلم عليه اللي بيجي في سن المراقبة فيه حاجة اسمها اللي تقنصت اكني بنلاقي بنت خلصت طلع لها حبوب شباب وخلصت وخفت وبالتالي احنا فيه حاجات وفيه اوبرلاب وفيه اشكال مختلفة من الحبوب فيه نوع مهمة اوية عايز اقول عليه حاجة اسمها ستيرويد انديوزد اكني دي حد بيروح الصيدلية طبعا زملاءنا سيضلع على راسنا من فوق بس انا دايما بحب ودايما اقول العينين بتوعي ما تحطيش حاجة على جلدي غير لمستشيري دكتور متخصص دكتور جلدية دي اللي انا قلتها في اول الحلقة ايه دي مشكلة لو بدأنا بيها هنقول ان هي بتترك اثار سيئة جدا جدا بسبب عدم وعي الناس بالزبط وياريت اللي اقف في الصيدلية يا صيبال ممكن جدا يكون عامل اوي وناس دول يا دكتور عادي وقف في الصيدلية عشان هو مش موجود فجاله حد كرأ كده ما يعرفش ايه الاكتب انجليزي او ايه المواد الفعالة اللي موجودة في المرهم او الكريم اللي ادهوله ده والتاني او الولد او البنت اخده ومشاء الله قاعد بيحط ليل ونهار معاه وفي الاخر الموضوع بيازدالت لحد ما يحصل الحمرار في الواجه والبشرة يبدأ يروح لدكتور او شاس حتى رشدة جاي من عنده دكتور جلدية وطلع الحاجات زي من على الرف وبالتالي جي بقى يوصفها لحد داني خالص على طول مش عارب الحالات مش كلها زي بعدها بالزبط فاحيانا بتجي لي بيشن اقول لها انت استخدمت ايه على بشكتوري لأ ما استخدمتش اقول لها لأ انت اسشكلها استيرويد انديوز يعني احلف ان هي كده نوعد بقى اندردش يطلع ان هي راحة الصيدلية الدكتور اداها بقى الخبلي كريمات فيها كورتيزون هي ممكن ما تكونش متخيلا انه منه يعني متخيلا انه هو علاج فبيحصل فلير والحبوب بزيج جدا بيبقى ليها شكل معين احنا بنعرفه بس ده نوع من انوايا الحبوب اهم حاجة دايما بقولها العينين بتوعنا احنا بنعالج مش عشان نخف دلوقتي او عشان ما نطلع لناش حبوب الشباب خالص لا احنا بنعالج علشان السيكونس اللي بيحصل بعد حبوب الشباب لو ما تعالجتش بتسيب بقع بتسيب الحفر او السكارز ودي علاجها بيكون اغلس واصعب بكتير من حبوب الشباب نفسها فبالتالي العلاج في فترة الحبوب وظهورها مهم جدا احنا نتابع مع طبيبهم احنا تكلمنا عن انواع الحبوب وتكلمنا عن نوع واحد من انواع البشرة ويكأنه هو ده اللي بيجيه له حبوب الشباب بس هو ده الاكثر هو اكثر 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 لو جينا نتكلم عن كل نقطة من النقطة اللي احنا تكلمنا فيها من انواع الحبوب ايه اسبابها او ايه طرق الالج بتاعتها هنتكلم الاول على النوع الكامن او الشائع اه الشائع بتاعتها ده اللي بيجي في فترة المراقة وبيكون بسبب تغيير الهرمونز في الجسم بيحصل في الولاد وبيحصل في البنات في حاجة اسمها بايلوسابيشيس يونت او الوحدة الدهنية اللي موجودة في الجلد ودي موجودة عند كل الناس لما بتحصل تغييرات الهرمونز بيحصل حاجة اسمها كيراتينيزيشن الكيراتين بيبدأ يترست بكسرة في الغدة الدهنية دي وبالتالي بيقفلها يبدأ يحصل السيبام او الدهون دي تبدأ افرازها يزيد يحصل عليها بكتيريا الانفكشن او عدوة بكتيرية حاجة اسمها بروبيوني بكتيريا مأكني دي البكتيريا المسببة لحبوب الشباب وبالتالي تبدأ بقى ظهور حبوب الشباب على اشكال مختلفة على حسب الباصولوجي او الشكل اللي حصل بيه في الجلد ممكن تظهر البابيوز اللي احنا بنقول عليها فسافيس في حد يقولي انا عندي فسافيس فسافيس صغيرة كده في الوقت بالضبط حاجة اسمها باستيول الفسافيس دي تبدأ تعبي سيبام او مادة دهنية فتبقى شبه الدمام الكده شوية حاجة اسمها كوميدونز او اللي هي الرؤوس البيضة والرؤوس السودة في حاجة اكتر بقى او مور سيفير او اصعب شوية اللي هي اسمها نوديولوسيستيك اكني او اللي هي التكييسات بتبقى عبارة عن نوديولز او اكياس في البشرة ودي بتبقى اصعب نوع ومشكلة انها بعد كده اثارها كمان بتبقى اثارها كمان بتبقى صعب ومشكلة بقى انه دايما العيانين بيحاولوا يفتحوا الحبوب دي دي بقى النقطة المهمة انه يعني في فترة الكورونة هربط بس ربط هنا صغير كده انه الناس متعودة اصلا طول الوقت قاعد بيلعف وشه فلما كنا نقول للناس ما تحطوش ايديكو على وشكوه وما يقدرش هي حركة لاقراضية دول الوقت اه بالزبط اه اه وشك وموجود وهتلاقيه انت ليه كل شوية اطول عن ناس اللي بتلعب فيه زي في حاجات كتير داخل فيها يعني عنصر العادة او الهابط دي مثلا بنات بتجيلي بقى حوالين بقى طيب انا اقولها انت مثلا بتبقي مضغوطة او استرس بتعودية تعملي كده تقولي اه فعلا فدي ايه خلاص اتعودت وبقت حتى لما بتخرج من الاسترس هي ايدها خلاص اتعودت ان هي في المكان ده وبالتالي بتسبب المشكلة بيبقى الجزء الاكبر من الحل ان احنا نتجنب بقى العادتي كويس طيب كده ما فيه سبب او اعتقد ان ما فيه سبب رئيسي انه نقدر نقول انه الشخص ده ممكن يجيله النوع ده من الحبوب او لا هو لما الحبوب بتظهر او شكلها بيظهر بنقدر ان احنا نتعامل معها طيب هيجي بقى بالخطوة اللي الناس كلها بتعملها واللي سايبها تأثيرات سلبية عند الناس حبة طلعتلي سايبت اثر مفترض لما الحبوب تظهرلي اول حاجة اعملها اروحي دكتور جلدية اول حاجة اعملها انا ما روحتش اصلا ما روحتش هما كمان العينين بيبقوا متخيجين اهو لما بيفتح الحباية وبيطلع المادة اللي فيها بقى وحاجة ما خفتش خالص دخلت في مشكلة تانية بقعة او حفرة ودي زي ما قلنا هناخد خطوات كتيرة وهتبقى مكلفة ومجهدة ومش كل ناس هتقدر على فكرة تبطبيش على الناس دلوقتي يعني قولي بتعمل ايه تحديدا بتوصل لايه وبتاخد فترات قد ايه في العلاج وهل نتيجتها بتبقى زي ما لو انت حفظت على نفسك من الاول ولا لا طبعا لا عمرنا ما هنرجع بحاجة فيها مشكلة زي الجلد الطبيعي او جلد البيبي يعني لازم هيكون فيه اثر حتى او فيه ناس بتتحسن كتير جدا مع الجلسات بس بتاخد جلسات قد ايه وبتجي لي كل قد ايه العيادة وبتدفع قد ايه وبتكمل قد ايه والإمباكت ازاي وفيه جلسات بيبقى ليها داون طايم لازم البيشن تكون قاعدة في البيت فترة فده هل كل الناس تعرف تعمل كده ولا لا فبيبقى يعني شوية لود على العيانين فبالتالي الاسهل بكتير ان انا امشي على روتين مناسب لنوع بشريتي استخدم غسول استخدم تونر استخدم ميكب ريموبر الناس اللي بتتيجي منبرة بتحط ميكب تنظف بشريتها تغسل وشهاها بغسول تستخدم سانسكرين مناسب وهي خارجة سانسكرين يكون دايما دايما الايلي سكين او الناس اللي عندها دهون او معارضة ان هي طلع لها حبوب شباب او بشريتها دهنية بنستخدم دايما بأكد على الحتة دي بنستخدم جيل فورم اكوا فلاود شاكا فلاود دراي تاتش الحاجات دي اللي هي الفورم بتاعها خفيفة قوي وبالتالي يعني البشرة تمتصة على طول فما يزود ليش حبوب لان في ناس كتير عندها عقدة من سانسكرين زي اجي اكتب لأ دكتور بيطلع ليدهون لأ احنا هنشوف نوع بشرتك وهنكتب النوع المناسب ايا كان نوع بشرتك وده نقطة مهمة انه لكل نوع بشرة وعلى فاكرة كل عيان كمان ليه بروتوكول مختلف بروتوكول مختلف مش روشتة مطبوعة بتكتب لكل العيانين بنفس الطريقة بنفس الجرعة بنفس المدة ما دي النقطة كتير من الناس بتقع فيها انا نهار ده رفت لدكتورة نسمة كتبت لي حاجة اخدت الحاجة من دكتورة نسمة بقيت كويس خلاص العيلة كلها وصحاب العيلة هيمشوا على نفس روشتة هي الدكتورة بتبقى عاملة assessment او شايفة او مقدرة الحالة اللي قدامها ومش كل ايه وبعدين فيه ناس بيبقى عندها كزا نوع يعني هو عنده رؤوس بيدة ورؤوس سودا وعنده مثلا بابيولز وعنده نوديولة واحدة منطورة كده فمش كل العيانين زي بعض بالزبط واستجابة الناس مش زي بعضها في كل حاجة في حد هياخد العلاج هيستجيب بسرعة في حد بيبقى عنده فاكتورز تانية دخلة دي هتطول مثلا موضية العلاج شوية وبالتالي كل عيان بيتفصل عليه بلان او خطة علاجية مناسبة لي فما ينفعش ابدا انه حد يوصف حاجة لأ فلس كده وهو كده طيب هو معدي يعني فينا احنا اسهل ناس واحنا معديين بنيدي وصفات ده حتى في الكورونا والناس بيتموت الناس بتوصف لبعض العلاجات لحد لدرجة انه في بعض الادوية اللي هي متوفرة اصلا بشكل كبير جدا بدأت مش موجودة لانه الناس كلها راحت في اتجاه واحد والمشكلة انه هم بيتقبلوا من بعد يعني ممكن حد يوصف لحد علاجات لكن لما انا اجي اكتبه لأ كورتيزون لأ مثلا مينوكسيديل لأ ايزولتينويل لأ عشان دي قلق رعب كتير من الناس والكورتيزون لا في مشاكل كتير قوي في الجلدية ما نهاش حل غير الكورتيزون لو بنتكلم على جزئية حب الشباب هل في حد ممكن يوقع انه حب الشباب واحتاج اخل كورتيزون اعتقد انه لا ما بنفضلش طبعا اعتقد انه لأ وانا بتكلم في الجزئية دي في ناس عندها معتقدات معرفش ممكن تبقى صحة ولا غلط بس هنقولها انه اكل الشطة او اكل المواد الحاجات الحرقة بتزيد من حب الشباب صحة المقولة من عدم هي الفكرة انه احنا مش هينفع نعمل لست يعني انا لما اجيلي بيشنط ما هو لازم انا برضه اقول كلام معقول يعني اذا اردت ان تطع فامور بما استطع مش هينفع اجيب ورقة او لست وهاعد اكتب لها كزا لا او كزا لا او كزا هي هتطلع ايه هتقطع الورقة هي هتمشي يوم على الكلام ده هتلاقي انه هو مش منطقي فانس احنا مثلا دايما بحذر من السكريات في الاكل دي اللي لها رول فعلا في حبوب الشباب حاجة اسمها high glycemic diet الناس بتاكل سكريات كتير بتاكل مكارونات وباستا ورز الحاجات دي لها دور الالبان خلية الدسم ونقصة الدسم لها دور الحاجات دي دي شوية لازم نقلم انها المنتجات دي عطل فرن الفين ودايما اقولهم كده البيتزا البتيه العيش الفين الحاجات دي نقلم انها الحاجات دي كلها بتزود حاجة اسمها insulin growth factors بتزود بقى المشكلة بتاعت الاكني دي بتشارك فيها وبتزودها فبالتالي دي نتجنبها وسهل نتجنبها لان عندها بدايل لكن مش هينفع امنع لها حاجات كتير تقريبا 70-80% من اكلها كل اللي بقوله لهم ان احنا لو اكلنا حاجة مثلا النهاردة ولقنا بعديها بيومين تلاتة الحبوب زادت قوي فنبدأ نفكر احنا اكلنا ايه يومين تلاتة دول نبدأ نتجنب بقى الحاجة دي شوية او نلاحظ نقوم بذير لو حصل التاني بعد الاكلة دي لا يبقى هي عندها مشكلة معاية فهتجنبها فيه ناس بعد ان يتأخذ الوجبات السريعة بتيك او ايه حاجات الفستفود دي من فيها دهوم مشبعة كتير جدا يرجع لو اكله اسبوع برا يرجع يقولك انا حاسس ان بدأت الحبوب تظهر او بدأت تزيد حصل حاجة اسمها فلير ازيد اه ايه اللي بيزودها ايه المواد اللي موجودة في الاكل ده بتزودها وازاي يتجنب ده لو هو مضطر ان يأكل برا ما هي بقى يعني مضطر دي مش عارفة هو النسبة تحب اكتر من انها مضطرة نسبة تحب بس اه اللي بيقول ان هو مضطر اه بالضبط هي دهون المشبعة دي برضو لها دور فلما بيكون بيشنت مثلا بيشتغل برا بقولها طب خلاص خدي مثلا لانش بوكس خطي فيه فكهة خطي فيه حاجات من البيت هات انت بيرجر وعمليه في البيت مثلا بزيت استعملي زيت زتون في اكلك الحاجات دي اصلا مهمة اوي كلايف ستايل مش بس عشان الحبوبة دي مهمة لنا كلنا زي فكرة لما جي زمن الكورونا ده بقى فيه لايف ستايل المفترض من وضع الطبيعي الناس تغسل ايديها طبط كنفين من الاول ايوه ده طبيعي الفكرة كلها انه الطبيعي دلوقتي ما بقاش ده الدارج بالنسبة للناس بقى الغير طبيعي او الغير معتاد فحنا لازم بقى نعدل اللايف ستايل هو نرجع للطبيعي احنا كلنا يعني خرجنا عن النور ملقوا عن الطبيعي فلا يا جماعة ردوا بقى للاين الاصلي عشان كل المشاكل دي تبدأ تزبط كيسا حكذا اتكلمنا عن النوع الشائع من الحبوب اللي بتزهر على البشرة ما اتكلمناش في طرق العلاج بتاعتها لان اعتقدنا طرق العلاج بتاعتها كتيرة ممكن نقولها ايه بقى طرق العلاج اللي احنا ممكن نتكلم عنها عشان نقش على نوع تاني من الحبوب اللي بتزهر عند الناس مش بس في البشرة في انا حقمت اتفارك كمان من الجسم اعلاج حبوب الشباب بينقسم لحاجات موضعية وحاجات بالفم او أورل وجلسات فيه جلسات حتى للأكتف اكني او للحبوب النشطة انا هاي احدث اللي علاجات بالليزر اللي موجودة دلوقتي بنعمل للأكتف اكني حاجة اسمها انزي ياج ليزر او الحبوب لشباب النشطة انزي ياج ليزر الياج ليزر بينزل بيقلل الالتهاب الموجود وبيقلل الافرازات الدهنية وبيأفكت البكتيريا الموجودة فيه حاجة اسمها اجهزة موجودة في الماركت دي بنقدر نشتغل بيها على الحبوب النشطة بحيث ان هي بيبقى فيها حاجة اسمها امات الديود او نوع من انواع الضوء بتأثر برضو على البكتيريا وبتأثر على نمو بتاعها بتقلله وبالتالي بتحسن الحبوب النشطة نقدر نعمل جلسات تأشير كيميائي وطبعا مش كل الجلسات افيلابل او مش كل الجلسات ينفع ان احنا نعملها مع حبوب الشباب النشطة بيبقى فيه انواع معينة وكل ده كاترة الجلدية عامليها وبتقلل جدا الالتهاب الموجود في الحبوب وبتقلل الحبوب الموجودة بتقللها فيه حاجة اسمها كولدبيل او تأشير بارد برضو مش كله ينفع لحبوب الشباب بتبقى انواع معينة اكيد مش هنقول اسماء سهو دايما دايما بنستعمل الحاجات اللي فيها سلسلك اسد هي اللي بتبقى صريفة قوي مع حبوب الشباب النشطة كويس طيب النهاردة انا كان عندي مشكلة حب الشباب تخلصت من هذه المشكلة مع العلاج او مع عوامل الزمنية يعني فيه ناس مع الوقت الحبوب تبدأ تروح يعني بالدعاء تقريبا المهم تخلصت من حب الشباب عاوز احافظ على ده لانه زي ما احنا اتفقنا انه مالووس سن بيظهر فيه هو ممكن يظهر لك فترة المراقة وبعد كده يبدأ يقل وبعد كده يبدأ يزداد يعني عايز احافظ على عدم ظهور حب الشباب مرة تانية لو انا صاحب بشرة دهنية بالضبط للروتين اليومي مهم جدا ان احنا هنستخدم واقي شبس مناسب لنوع بشرتنا هنطلع برة وهنرجع هنستخدم غسول مناسب لنوع بشرتنا بيكون فيه احماض او مقشرات شوية بتشيل الجزء السطحي او جزء الدهني اللي موجود في البشرة بتقلل الافرازات الدهنية وبالتالي بتحسن لازم نستخدم مرطب مناسب للبشرة الدهنية لانو الناس برضو عندها عقدة شوية من مرطبات زي ستانو سكرين انو لأ انا بشرتي دهنية مش هينفهم احط مرطب عشان هيزود لي لأ فيه مرطبات معينة للبشرة الدهنية التونر او الحاجة اسمها بور ريفاينر الحاجات دي مهمة لانو هي كمان بتحسن مظهر المسامات الواسعة في الجلد مفيش مانع ابدا احنا نعمل سكراب او مقشر مرة او مرتين في الاسبوع طبعا على حسب فيه كارثة من الكوارث الحديثة اللي انا بعتقد انو اللازم يبقى لها وقفة انو كثير من مراكز البيوتي سنتر تروح البنت فيعملوا لها التأشير تتحرك وتكلمنا بقى وترجع لين احنا وترجع نص وشها مضبوط ونص وشها ما تقعبش يبتع منه فيه مشاكل خطور الدائية والى اي مادة بيمكن يأثر على الناس سلباً وتنصح بإيه والله أنا دايماً نصيحتي إنه حتى في الليزر بتاع إزالة الشعر إنه الناس بتبقى شايفاء أبسط حاجة هو بيحرق وحرقه مش ضريف أبداً تبقى المشكلة وبنشوف بلاوي فهي الفكرة إن هي مش بروسيديور أو مش خطوة بتتعامل وخلاص فعملها عن دقيق حاجة هل يجمع مش جهاز اشتريناك وشغالين به نبض يعني هو الموضوع مش كده مش شغل عامل أو مش شغل تكناشن لأ هو موضوع أكبر من كده بكتير الحاجات دي كلها علم ومكتوب فيها كتب كتير وبتعامل فيها أبحاث ودراسات وفي رسائل ماجستير ودكتوراه بتتعامل على حاجة بس في الحاجات دي كتير مش معنى أنت تدربت من الشركة المنتجة للجهاز طلاقاً على فكرة إن أنت معاك شهادة إن أنت بتعرف تستخدم الجهاز الفلاني طلاقاً لا 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 علم علوم واسع جداً وزي ما قلحك في ناس رسالة الماجستير والدكتوراه رسالة كاملة بيقعد فيها سنين على حاجة واحدة من الحاجات ثلاث سنين ويسقط ويرجع كياني ويسقط طبيعي طبعاً يتدور بتاعتها كده يتدور بتاعتها كده بالضبط فهي دي الفكرة إنه حتى دايماً بقول العينين بتوعي الدكتور وهو بيعملك حاجة بيعملك بقى جلسة بيعملك ليزر بيعملك أي حاجة هو عارف إيه side effects أو الأعراض الجانبية اللي ممكن تطلع أو تحصل لك وهو عارف هيديل معها إزاي أو هيتعامل معها إزاي نفس فكرة الدكتور النساء والداية ودكتور النساء غالباً ما بيحصلش معها مشاكل لأنه هو لو حصلت معاه complexion أو مشكلة هو بيتعامل معها بالضبط الcomplicationكوه في كتاب هو عارف الcomplication حتى لما تيجي تحزبه الcomplication مكتوبة في كتاب اللي بيعمل أي إن كان بيعمل إيه هو عارف هو بيعمل إيه وعارف النتيجة هيتعامل بقى معه ازاي حتى لو لقدر الله حصلت اي مشكلة واحنا شغالين من اي نوع احنا بنقدر نتعامل معاها والبيشنت خلاص ولا كأنه كان عارض اي مشكلة هتعمله ازاي معاها حتى يعني مش هتقدر بتستيكري ليه بقى الناس بدأت تروح لبيتي سنتر والاماكن دي انا شايفة ان الدعاية الدعاية الكاذبة يعني زي ما بنقول كده بالعمية شوية بيعملوا البحرة حينة وبتتحط صور مثلا بيفور اند افتر بفلتر انا بشوف صور بفلترز فعلا بالنسبة لنا باينة جدا يعني بالضبط فالناس بتنباهر جدا بالكلام ده وبتتعامل عروض خرافية لا او انا عندي اعملي حتى لو ساشن اغلى شوية بس انت بتخفزي على نفسك يعني زي ما بالضبط مثلا عينينا يعني مش هينفع خطة اي حاجة في عيني ولا اي حتى لو انا رحت دفعت كشف اغلى شوية بس انا بقفز على حاجة مهمة جدا في جسمي لحاجة جمالية يعني انت بتروحي للمكان ده لتجميل شيء معينة مش هينفع تخرجي بمصيبة بقى يعني محضريك بقى اللي اختارتي يعني هتروحي بيوتي سنتر اتفضع لي يا ما عنديش مشكلة وهترجعيلي برضو على فكرة وهعالجك بس هتبقى رجعيلي بمشكلة وهيبقى نفسيتك مش لطيفة وتبقى عادتي فترة قدقيه في البيت عشان محدش يشوفك بالمشكلة اللي ظهرالك فليه اصلا كويس نعمل في البيوتي سنتر الحاجات بتاع الحاجات في البيوتي سنتر المخصصين اللي هيها اللي قدروا يعملوها اللي ما فيش منها درر اللي هم شاطرين فيها على فكرة خلاص دي شغلت بزاك شغلتهم زي ما دكتورت الجلدين مش تنفع تعمل حاجات بزاك ليه اوبرلاب على شغل بعض فكرة كلها انو الموضوع بقى مفتوح وده اللي تخلينا افتحه لان بقيت اشوف ناس بتعاني من يعني لو هنفترض انه لو فيه ميتي بيشنت او راح لبيوتي سنتر هنفترض انه وارج جدا انه خمسين او ستين شخص ممكن يبقى الدنيا كويس الاربعين في المئة دول هم لا موجودين في كتاب ولا في كراسة ولا في قراء دي نسبة كبيرة جدا دي نسبة كبيرة جدا من النتائج الاخطاء ولو في حد بمتدرب كويس وعلى فترة فيه فوينت كمان مهمة جدا انه غالبا المشاكل اللي بتحصل في بيوتي سنتر بيتملصوا بقى من البيشنت دا دا استحالة بيحصل مع دكتور لما بيرجع بيشنت بمشكلة مش عارف تتعامل معي دكتور فخلاص بقى ياما بيختفي ياما بيزوغي ياما بتققى مشكلة ياما البيشنت بيروح يضطر يعمل مشاكل او يرفع عضايا دا ما بيحصلش مع الدكاترة خالص لان احنا عارفين انه فيه الف به او عراض جنبية ممكن تحصل فاحنا متصالحين جدا مع داو بنعرف نتعامل معي اكيد طبعا طيب انا كلمنا عن الجزء الاول الشائع في حبوب الشباب اللي بتظهر في الوجه كتير من الناس مع حب الشباب اللي بيظهر في الوجه بيظهر حب في الكتف او حب في الظهر دي اشهر الاماكن اللي بيظهر في حبوب الشباب بنعملها ازاي طريقة المعاملة بتاعتها اكيد مختلفة عن طريقة المعاملة اللي بنعملها للبشرة فيها طبعا يعني البشرة بتاعت الفيز غير البشرة بتاعت البادي فكل حاجة بيبقى ليها البلان بتاعتها وإن كان إنه بنرجع البيزلاين هي نفس الانجريديانس أو نفس الحاجات اللي بنستخدمها بس بيقى مثلا عدد المرات مختلف في حاجات مثلا بنستخدمها في الضلم وفي حاجات بنستخدمها عادي نوع لفس معين بالضبط الحاجات دي بتبقى زي انستراكشنز كده أو تعليمات بنماشي البيشنط عليها هو بيبقى عارفها كويس جدا وبصراحة بيلتزموا يعني بيلتزم لا نا يعني كتير معظم اللي معايير يلتزموا الحمد لله لا يلتزموا دي مع العيان المصر لا أنا لا والله في كتير من النوم جدا متزمين طيب كويس ده النوع الأول اللي خلمنا عنه اللي هو النوع الشائع لحبوب الشباب اللي بتظهر عند الناس فيه نوع بيظهر لها أنواق أخرى من الحبوب ايه أبرز الأنواع دي وزي نتعلمها فيه حاجات كمان بتحصل هي أصلا مش بتبقى حبوب شباب يعني ممكن حد بيبي ييجي أنا عندي حبوب شباب ده سبب الكشف بتاعها ما بيطلعش بتدعب مثلا حاجة التهاب أو إنفكشن في بصيلات الشعر حاجة اسمها فولاكيلايتس دي بتكون مثلا عاملة فتلة أو ملقات أو حاجة بتفتح باسوي للبكتيريا نهية تدخل فبتبدأ تسبب التهاب بصيلات الشعر ده ده طبعا علاج وغير علاج حبوب الشباب في بعض الرجال مع الحلاقة بيطلع لهم حاجة اسمها سودو فولاكيلايتس باربي بيحصل برضو عدوى أو إنفكشن في البصيلات وبتالي هو كل ما بيحلق بتحصلوا المشكلة دي فبنبنى برضو نديروا تعليمات إن إحنا هنحلق في اتجاه نمو الشعر هنحلق بمكانة كهرباء هنحلق دايما بفوم أو شوات جل مش نحلق على الناشف ولو حد مستغني عن دقنه ممكن يعني يشيلها بالليزر ما عندناش مشكلة خالص لو حد ما عندوش مشكلة يسيب دقنه ما يحلقهاش فبرضو ده هيكون حل عشان كان الناس بدأ التلجأ لتحديد الدقن بالليزر عشان بيحصل لهم بعد الحلقة مشكلات بعد كده كويس ده كده نوع فيه أنواق أخرى أنا عارفني فيه أنواق أخرى من الحبوب اللي بتظهر في الواجه تحديدا بتكلم دايما عن الواجه لأنه يا أكثر مكان مرئي بالنسبة للناس وأنا شفت في مرة بعض الناس بيخبي المنطقة اللي فيها يقول لابسة طرحة خاصة لنا وبنت تكون مخبية الجزء اللي بيظهر في حبوب أو الجزء اللي بيظهر في علامات سودة خاصة في هذه المنطقة كويس إيه الأنواع الأخرى وزي نتعامل معها ما نقول لحك هو مشكلة أنه أصلا الجلدية معظمها يعني البرائماري ليجين أو الحاجة اللي بتطلع ممكن تبقى ببيول فهي فكرة ممكن تبقى أصلا حاجة بعيدة خالص عن حتى التهاب وصيلات الشعر وحبوب الشباب ممكن تبقى مشاكل جلدية كبيرة وبالتالي إحنا لازم نفحص وننظر المريض ونشوف بنفسنا عشان نبدأ نحط حاجة اسمها دفرينشي الدياجنوزز ممكن يبقى كذا وكذا وكذا نقدر نوصفها للمشاهد على الهوى نقدر نقول لو ظهر حاجة شكلها كذا أو دي أشهر الحاجات اللي بتظهر أو اللي انتوا تشوفيها في العيادة مثلا وزي نتعامل مع فكرة النصايح في حاجة بتظهر عند بعض الناس في البداية بتبقى الموضوع سهل جدا بياخدوا فترات طويلة يعني نعرف بعض الناس ما بيروحش لدكتورة الجلدية أو دكتورة الجلدية غير لو دخل على جواز آه دي دي مشكلة تانية بقى يعني خلاص وي جاية دكتورة أنا فرحي بعد 3-4 عسابية كده بزبط شهرة أو شهرين بكتير فبقى بصي درستي كده فهي بزبط عايزة تعمل إزالة شعر بالليزر وعايزة تفتح الأمين خلاص بقى هي جاية بزبط وعايزة تتحول فده طبعا ده مش أبليك أبوخ خلص وكتير عينين مثلا بيشنت تجيلي قبل فرحة بشهر عايزة تعمل ليزر هيريموبال أو إزالة شعر بالليزر فبالتالي لأ هي جاية دي ما لهاش لازمة فحضرتك لو هتروحي لدكتورة الجلدية عشان فرحك تعاليني بقى أو ما تتخذ بي أصلا أو تعاليني مثلا قبل فرحك بسنة عشان نبدأ نحط بلان لأنه في حاجة يعني بقى في ناس وقتين سنتين تكتب كتابها سنة لا عني فترة كافية بحيث انه يعني ستة شهور أقل حق pert طبعا أقال الحال ستة شهور فكرة أنه عشان تتشعر بنتجة بالتله شهور تبدأ أتشعر بعد ستة شهور بتزداد شوية تسع شهور فانت تحس ان فيه ناتج ممكن تحصل أي حاجة فالنصة تعمل انتكيسة طب خلاص認دينا وقتنا 들어가 نتعامل معه Wright في مشكلة نغير الجهيرة ال� allies طيب واشنبتكلم عن الجزئية الخاصة بالحبوب الشباب خلاص صاحبه والشباب راحت عرفنا ازاي نتعامل معها عرفنا ازاي نبتعد عن الوصفات العادية اللي احنا ناخدها من الشارع دي النهاردة انا روحت مصير وانت عارف ان دلوقتي خلاص وقت الصيف واعتقد ان الناس في العيد هتروح كلهم اصلا في الساحل خلاص اه الناس كلها في الساحل احنا في القاهرة في الزنق ايه الحاجات اللي الناس يعني ممكن يعني انا عارف ان فيه ناس بيقع عندها مشاكل من الكلور وبيرجعوا بعد ما يرجعوا من الساحل والسخنة واحنا بنفسدهم بيرجعوا يقولوا انا ظهر لي كاسة وظهر لي كاسة وظهر لي كاسة ايه الحاجات اللي الناس ممكن تخب بالها منها في الفترة دي عشان تحافظ على بشرتها واقي الشمس مهم جدا ومهم ان احنا نجدده كل ساعتين لو حقيقة هتقعد على فول او هتقعد على البحر وهتطول لازم كل ساعتين نجدده وافيش حاجة اسمها انا حطيته وانزلت هتتحرق يعني حطيته وانزلت وهتقعد 6 ساعات على البحر هتجيلي محرور لا 8 ساعات مثلا او 8 ساعات حقيقة لازم هتجدده كل ساعتين لازم اول ما نخرج من البحر او البسين لازم ناخد شاور على طول بمية يعني مية عادية عشان الاملاح اللي في البحر وكلوري في البسين ده بيأثر وبيعمل تهيجات يفضل الاطفال الصغيرين اول ما يطلعوا ياخدوا الشاور وجلدهم وات او مبلول نبدأ نحط بادي لوشن او مرتبات يعني لو قدرنا طبعا ده صعب شوية بس لو الاولاد الصغيرين يبقى قاعد تحت الشمسية لابس مثلا حاجة قطن بكم لو نقدر نعمل كده ده هيكون احسن او ما ننزلش صعبة قوي او ما ننزلش بقى في الزروة بتاعت الشمس اللي هي الولادة هيتسلخوا فيها ننزل بدري شوية او ننزل اخر النهار كويس طيب احنا كده تقريبا انا عارف انو انت عاوزة خلاص ننهل الفقرة لالتزابك يعني ولكن خلينا نختم الفقرة بتاعتنا بايه ابرز النصائح الدكتورة نسمها لو تحب تحطها في رشتها تحطها في رشتها لسادة مشاهدين من بداية من قبل ما يحصل مشكلة ومرورا بالمشكلة بحد العلاج تمام نبدئيا لازم العنية بالبشرة الدهنية زي ما اتفقنا على الروتين بتاعها الروتين اليومي ده مهم جدا ومنكسلش الحاجاتي بتحط على الرف قدام المراية بدخل بقسل وشي صبحة او بتوضى بحط اللي انا بحطه خلاص و بنزل برجع من بره الحاجات قدامي فالموضوع سهل قوي سانسكريم مهمة قوي ده جزء من الروتين وانس طلعت لي حاجة لازم اروح للدكتور على طول لانه في البدايات بيبقى الموضوع رائع وسهل جدا وبسيط قبل ما يسيب قصار نهتم بالموضوع الدايت او الحاجات اللي ممكن نزود ظهور حبوب الشباب دي نابتعد عنها واتكلمنا عنها لو حتى كان عندنا حبوب وثابت قصار موضوع ما يقصرش على نفسيتنا لان كل حاجة لها حل هنرجع لدكتور الجلدية يعمل لنا بقى حاجات للسكارز او الحفر الموجودة والبقع وعندنا انواية جلسات كتير جدا ممكن نعملها وبتكون ايفاكتف جدا وبتدي نتائج قويسة جدا البي اربي او بلتل برشي بلازمة ليها تأثير على علاج مشاكل حب الشباب ولا لا ليها تأثير لما بنكون عاملين حاجة اسمها فراكشنال ليزر سواء بقى اربيام او فراكشنال سي او تو ليزر دي انواع الليزر الموجودة عاملين حاجة اسمها مايكرو نيدلين اللي هي درما بان درما رولر الفراكشنال راديو فراكوينسي بنبدأ نحط بلازمة او نحط حاجة اسمها جروس فاكتورز او عوامل نمو وساعد بنكونبين نعمل مثلا جلسة بلازمة مع فراكشنال وبعد اسبوعين نعمل جروس فاكتورز فالكونبينيشن ده او كل ما زودنا اللاينز بتاعت العلاج بتكون طبعا النتائج هايلة ومنتازة جدا كتير من الناس بتعمل جلسة بلازمة وبعد كينها بتكملش هو بلازمة او الجلسات البلازمة هي غالبا بتبقى كورس وبنستخدمها في انديكيشنز وفي احتجاج كتير جدا ومش في الجلد بس اه في جلد وفي الشعر وفي العظم وفي العظم وفي الجلد ده اللي موضوع قديم خالص اه احنا بالنسبة لبيكون الكورس غالبا اربع لست جلسات بقول للبيشن سواء بقى منستخدمه شعر او جلد سكارز نضارة هنعمل اربع جلسات واحنا مع بعض لو احنا وصلنا للريزلت اللي احنا عايزينها هو مش كوران احنا هنوقف الكورس بتاعنا لقينا نفسنا محتاجين هنكمل التو ساشنز ممكن قوي بعد سنة نقرر الساشن فيه ناس تيجي تعمل جلسات بلازمة كده للنضارة نحسن جلدها انتي ايجين فهي ظريفة جدا يعني للنضارة لكن جلسة واحدة لا فيه ناس تعمل جلسة واحدة تنتظر نتيجة ما تكملش فيه ناس تحصلها مشاكل اللي عمل الجلسة واحدة خاصة في الشعر مشكور زائقين يقولوا بيحصل تساقط في الشعر اللي او انا عملت جلسة او جلستير ومحسيتش لا هي بعدها مشكلة تانية فهي بترجعها بقى للبلازمة عشان هي دي الحاجة اللي حصلت هي شايفها واضحة قوي ساعتها بسبب لكن هي البلازمة عمرها ما توقع الشعر بالعكس بتقلل التساقط وبعد فترة بيبدأ يطلع بيبيهير فالبلازمة مظلومة جدا فإنه هي الجلسة دي العامة مظلومة دكتورة نسمة سمير أخي الصايا اللي دي والتجميلة اللي سأنا بشكرك شكرا جزي شكرا جزي شكرا الكرام في كل مكان بشكركم يعني لمتابعاتكم لهذه الفقرة الهامة جدا مع الدكتور نسمة سمير دايما الفقرة بتاعت دكتورة نسمة بيكون مميزة لشيء مهم جدا هي لتركيب العناصر بتاعت الفقرة للمعلومات أعتقد أن هي الأبديتينج فيه اللي دي أنا شخصيا بيقى في بعض الحاجات برجع استرجاع تاني وأنا قاعد بتكلم مع الدكتورة نسمة إن شاء الله بإذن الله شوفكم الفقرة الجاي هنتكلم عن التغذية العلاجية التغذية في العيد إيه الحاجات اللي احنا ممكن نكلها إلا أنا هيكل برحتي ده طبيعي وانا ودكتورة نسمة كمان إن شاء الله شوفكم على خير الفقرة القادمة بعد الفاصل